ومن انطلاق رياضية إلى وجود شباب مبدع فجر طاقاتها ورياضة في المجالات القريبة من قلبها مثل ما قلت لكم شوحوا لما نمارس الرياضة ونشوف وندش ونجرب ونكسر روتين ونشوف يمكن الرياضة القريبة من قلبنا ونستمر فيها هذا الانجاز بحد ذاته طبعا ويانا شباب رياضيين مبدعين من فريق جاكسونز ام ام اي المدرب عبد الرحمن الشرف مدير الفريق محمد السالم طبعا فريق الامانة مميز وانا سعيدة بوجودكم يمكن شوي الاسم غريب البعض بيقول يمكن شنو فريق جاكسونز او ام ام اي فارح نتعرف اكيد اكثر واكثر عن فريقكم بداية معك محمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فريق جاكسون ام ام اي تيم بي ووتر هو هذا اسم الفريق هو طبعا اساس الفريق هو مو حديث النشأة اساس فريق جاكسون ام ام اي تيم بي ووتر صار تقريبا خمس سنوات موجود تحت اسم تيم بي ووتر بعدين بفضل جهود الشباب حاولنا وسعينا ان نحصل السرتيفكيت ويبنى نادي جاكسون ام اي ام اي ام الكويت اللي هو نادي مشهور وعريق للامانة والحمد لله توفقنا فيه والنادي عمره تقريبا خمس سنوات او الفريق هذا حلو ممتد خلق الفكرة يديدة وكانت الفكرة هذه موجودة برا ويبتوهني بالكويت اساس الفكرة شو اللي طرع له بالك لش ما مثلا رحت حق رياضة اخرى هل هو مثلا حبيت تنشر ثقافتها رياضة هذي عندنا هني بالكويت طبعا هي الرياضة موجودة ثقافتها بالكويت موجودة من زمان بس الام ام اي اللي هو ميكس مارشل ارتس هي اساس هذه اللعبة هي تركيبة متوالفة من جميع الرياضات فيه ناس وايضة تروح مثلا عند الكاراتي والتكواند والتركيبة هذي احنا شاملة كل هذه اللعب ركبناها في هذا الفريق اللي تعطي الثقة بالنفس والدفاع عن النفس ممتاز اذا عبد الرحمن عيل اندش وانت عمق اكثر باللعبة ونعرف فيمكن قواعد هاللعبة وشنه هي اللعبة بالاساس هي اللعبة بالاساس تكون شاملة كل اللعبات طبعا الكل عارف انه فيه لعبة اسمها كاراتي او ملاكمة او كيك بوكسنج او جودو هذه اللعبات رياضة قتالية فالام ام اي هي اختصار حق ميكس مارشل ارت يعني فنو قتالية مختلطة فانا كلاعب ابي اتطور فما احتاج لعب لعبة واحدة معينة فابي ااخذ من هذه اللعبة شوية من هذه اللعبة شوية من هذه اللعبة شوية فاكون فن قتالي مختلط كامل طبعا بشكل عام الامامي انزين وايد انتشرت الحين بالكويت والنوادي اكثرت فاللي يبقى هو اللي يكون مطور وكامل ممتازة خلنقول اللعبة هي نوع من انواع الفنون القتالية هل يلقى فيها اقبال انت قلت ما شاء الله اكثرت عندنا النوادي وهذا شيء حلو طيب لما نشوف النوادي عندنا بكثرة والشباب قاعد يتوجه الاحين كل من يجرب بالالعاب الرياضية اليديدة او يدش الفتنس او حتى يمكن يستفيد صحيا من خلال وجود رياضات كثيرة بس على انه هو ينطقي الرياضة اللي بالفعل حاسن ايها راح تضيف له بس لعبة الام ام اي هل لها صادة كبيرة هل لها اقبال كبير من قبل الشباب او البنات والله بالوقت الحاضر هذا هنا وايد انتشرت هاللعبة وقام يعني اعلاميا قاعد تنتشر زيادة والمنظمات قاعد تتلع كذا منظمة يعني بلكويت في كذا منظمة مستوى العرب وطبعا عندنا ابطالب هالمنظمات كلها ان شاء الله ممتاز انزين عيال ندش وياك محمد ونعرف هاللعبة هذي يمكن وانا قاعدة اردش وياك انطرع على بالي الفنون القتالية الكيك بوكسنج اللي يمكن اللي تندرج تحت هالمسميات اللي هي الفنون القتالية بس لعبة الام اي شون اللي ميزها عن باجي رياضات اكيد فيها يمكن لها ميزة او شغلة تفصلها عن الباجي لعبة الام اي مي هي مزيج لجميع الرياضات الفنون القتالية اسمها ميكس مارشل ارز فيعني فيه ناس تتوجه مثلا للملاكمة فيه ناس تتوجه للعب الارض الجوجتسو فيه ناس مثلا توجه حق لكم فول كارتاي احنا اختصرناها كلها باسلوب وتكنيك يعني محترف عن طريق منظمة جاكسون ام اي مي نادي جاكسون ام اي مي واطعنا اياه بمنهجية سيستم مرتب بحيث اننا نطرح على الطلبة اللي موجودين عندنا وفعلا اثبت نجاحه واثبت ايضا مو بس في الابطال فقط اثبت حتى في اللاعبين ان يعطيهم ثقة في نفسهم بهذا السيستم ممتاز يمكن هذا اللي يجده بشوي انتباهي وحبيت ادقق عليه انه لما انا اديش اللعبة هذي وانا قاعد اشوف الحركات يمكن هذي بعض اللقطات من لعبة الام ام اي وايد حلوة وايد ايكشن وايد فيها يمكن عنف بعد فيبيل هالواحد شوين كيف هترى عبال ما يتعلم هذا التدريب يكون عندكم بالنادي اي نعم هذا التدريب عندنا بنادي هو نادي بلاتينيوم كيفان الدور الثاني لنا نادي خاص فينا وخمسة ايام في الاسبوع طبعا مجزئينها لها اوقات معينة من نسبة حق الاعمار والفئات راح نتطرق يمكن الامور الثانية اللي تخص بالفعل يمكن الشروط اللي اذا واحد حابنا يدش النادي ويتعلم بس انا دشتها اللعبة هذي وشفتي يمكن شوي يبيلها طولة بال صبر او يبيلها يمكن حتى القدرة اني انا مثلا اعزز الثقة عندي عشان اقدر ادشها اللعبة هذي شو استفيد منها هنقول صحيا جسميا الواحد لما يدش يفكر اهم شي جسمان انا ترى ابي مثلا اعدل من جسمي ابي اشد من جسمي فش كثير يعني راح استفيد على حسب هدف اللعب اللي داش مثلا انا توني داش مثلا مكان قلت له والله انا جسمي وايد امتين ابي اعدل جسمي وابي ما بيديش بطولات مثلا يعني لك الحق ان انت تقول تختار يعني مخيطة بالنهاية تغيم لي انا انا ابي ادش عندي ريكورد ابي ارفعها ابي انزل لي انا حقي وفي ناس دفاع عنه يريد دافع عن نفسه في واحد يريد تعلم بس يريد تعلم شون يطيق لانا كل واحد يعرف يطيق بس هل هو قاعد يطيق صح ما يطيق صح في بعض التكتيك يمكن واحد يقدر يدش بس نتمنى ليدش ويتعلم الطيقة اول يعني هي فيها نوع من العنف انه ما يروح يطبقى بالخارج يعني يعني انا الامانة شفت بناتش يلعبون يمكن الالعاب في النوق التالية فسبحان الله كل ما اسألهم يقولوا احنا لا لا يعني مواقف يعني يدت لهم بره ممكن يصير موقف مفاجئ صحيح تستخدمون الطيق يعني مثلا او مهارات اللعبة هذه في الدفاع عن النفس اي هو بره كل واحد بره يعرف يطيق بس لما يدش داخل يشوف الوضع غير يعني حتى جسمه مثلا في ناس تلقينا عريض يشوف نفسه ان انا قوي بوكس واحد بس لا يدش ويتمرن مع واحد ضعيف متقدم عليه تلقيه طيقة اي طيحة مثلا ما يقدر عليه يقول هذا ضعيف التسخين ما يقدر اكملو اياه فيقول لا انا لازم اعيد حساباتي لا اطول والجسم مو شيء اساسي مو شيء طبعا ايه لازم اتعال يعني خلقون الكل لازم يدش عيل وعيد الترتيب من اول ويديد طبعا ويأخذ بعض المهارات طبعا هو بالنهاية طبعا هذه الفنوغة هالية هي سلاح والسلاح انت تسيء استخدامه وتحسن استخدامه حلو فأي كان رياضة انت تقدر تسيء استخدامها او ان تحسن استخدامها اكيد انزين ما تولد العنف عند الشباب يعني ايدش هو شيء حلو ان ايدش ويفجر طاقة يعني اللي في حرة اللي يدش نفسيا من ضغطة من الامور الثانية يدشها اللعبة ويطلع يفجر طاقتها خسرنا ايها فيها بعض الحركات الملاكمة يعني طيب فيفجر يطلع حرتها كلها باللعبة بس هل تولد عنف بعدين عند الشخص نفسه والله بالعكس احنا لاحظنا يعني حتى احنا نشأتنا كأكاديمية جاكسون امامي تيم بي ووتر لاحظنا حتى نتابعها متابعة بارقام وحصائيات تلاقينا ان في ناس مثلا هو يكون عنيف لكن عندما يجب ان يفرق فيها شحناتها وطاقتها بالعكس يهدئ وتيلا ثقة بالنفس من التعلم هذا الشي فتلقينا بالمقابل لما يطلع في الشارع بالعكس يكون جدا هادي زين هذا عيال زين حق اللي يزعل من اي حد تشده ويكون متضايق يفرق شحناتها السلبية كلها باللعبة بالعكس يقدر يعني بالاحتكاك المباشر مع زملاء في النادي طبعا بالواقيات وقوانين والتكنيك هذا بالعكس تلاحظينا بالنهاية انه يعني يرتاح بالعكس يخف حدة ودرجة العنف بالشارع ممتاز اذا خنقول يكسر الحواجز يعطي ثقة بالنفس الشجاعة الاسرار والصبر اكثر ان يتمالك ويمسك اعصابه لو نتكلم شوي بعد عبد الرحمن عن انجازات الفريق من شاء الله اكيد كانت لكم مشاركات سواء كانت محلية او خارج دولة الكويت فكلمنا عن ابرز مشاركاتكم طبعا فريق جاكس الأمامي هو فريق عالمي واحنا فرع من هالفريق العالمي فاذا بنتكلم على الفريق كامل فعندنا احنا ابطال عالم فاحنا نتكلم على الكويت الكويت مؤسس فريق مدرب احمد البصيري وهو ماخذ ثاني على العرب منظمة ديزر فوس وهذا منظمة تقريبا من اقول منظمات بالعرب وطريقة الأمامي هي مثلا انا وزني 66 فيها بطل بطل بوزن 66 وفيه 70 هم بطل فعندنا ابطال وزن 77 كابتن محمد الاعتابي وعندنا عبداليطيف العدواني 66 وعندنا 61 عدل هذا العدواني وعندنا طبعا هذا الأعمار المتقدمة والكبار عندنا الأشبال ايه الصغار عندنا لاعب البطل بدر العوضي تول بطولة اللي طافت خذ البطل فعلا أنهم ابطال نفتخر فيهم وهم ديشوا هاللعبة هذه أكيد ومشاء الله يابوا أرقام يعني قياسية ودشة وبطولات خارجية ايه شروطكم يعني هل في أعمار محينة تقبلونها يمكن تكلمت وقتلي بعد محمد إن عندنا فئات نستقبلهم فالفئات العمرية اللي تم استقبالها خنقل يتبتدأ من شمي طبعا احنا على السيستم اللي ماشينا عليه من السيستم جاكسون ام ام اي من أربع سنوات وصاعد طبعا فيه فئة الصغار اللي من أربعة لثمان سنوات طبعا هذا اللي هم احنا نسميهم نظام التايجرز اللي هم النمور الصغار حلو هذا اللي تحت التأسيس يكون تحت التأسيس اللي هم سيستم طبعا كابتن عبد الرحمن يمكن يفيدني أكثر فيها يفيدنا أكثر فيها اللي هو طريقة تدريبهم ايه الطريقة تدريبهم هو طبعا اللي يميز فريغنا عن النوادي الباجة أنه سيستم معين وفيه إلى أبديت يعني مثلا كل ثلاثة أربعة أشهر يعني طبعا كابتن أحمد البصيري يروح أمريكا أو السيسم يوصل للي عنده وأساملنا توصل للي هناك يعني مثلا عبد الرحمن الشرف أنزين يوصل اسمه للي هناك عند مدرب الأبطال جاكسون أمامي يقول له شنو آخر إنجازاته وشنو وصل له ويدزل بالضبط شنو هي قتوي شنو يوصل له فمتابعة حلوة وتدريب خاص حق ليهال وتدريب خاص حق الكبار هل يعني خلقوا فيه متابعة الحمد لله بينكم وأي شي فيت يعني صلة كبيرة وأي أبدأت ينزل على طول متواصلين بالضبط وياهم من خلال الاستقطاب يمكن شفتوا إن شاء الله فيه تفاعل فيه أطفال عندكم أعمار متوسطة وكبار وياكم شون قاعد تشوفون مستوى الرياضة هذه عندنا هل بالفعل الحمد لله فيه ثقافة الكل عرف يعني فيه البعض يخاف أن الأمانة يدخل ولدها أو بنتها مثلا في لعبة الفنون القتالية يقول كيمكن لا شوي لا سمح الله يتعرض حق إصابات أو ممكن يأخذ بعض هالأمور السلبية مثل ما قلنا العنف أو الطاق ويتطبقها بره فشون مستوى الرياضة والثقافة عندنا بالعكس هي الفنون القتالية يعني تهذيب النفس فلاحظنا بالعكس كثير من الأولاد الصغار والشباب الصغار رميون عندنا لس ما تفضلتي بسؤال جمساء تحسين أنه يهدح يجاب الباقي الملاكمة يمارس حركاته فيفرغ الطاقة هذه اللي عنده تحت سيستم محترف طبعا فأنا بالعكس ما أشوف أنه أتولد العثم بالعكس تعطيه ثقة بالنفس وتهذي بنفسه ممتاز أغلب اليون يكون عنده طاقة صغير عنده طاقة وأبوه يكلمنا يقول هو وائد شيطان مأذيب سبحان الله يكون مشاغب وعنده حركة ووده يفرغها الطاقة بالضبط أي أبوه يروض عنده وقام أنه يمسك نفسه وما يأذي أهله ولا يأذي أخوانه الصغار فيعني شي حلو إذن الحمد لله فيه من سلبية إلى إيجابية يتغيرون هذا شي طيب حلو لما يشوف مثل الأهالي اللي بالفعل يأخذ ولده ويأسسه في رياضة تفيده يعني أكثر شي يطري على بالنا أن ندخله مثلا رياضات أخرى حلو لما تعزز الثقة عند الطفل أو عند الكبير هو رح يستفيد أكثر وكثر منها رياضة أنسين هل في أفكاري دي درح إن شاء الله يتم يمكن تنصيقها بالنادي ورح نشوفها عن قريب طبعا هذا سيستم متجدد ونحن نعتبره كفريق من أرقى الأنظمة أو المنظمات اللي موجودة في العالم حاليا اللي هو السيستم جاكسون طبعا هو غني عن التعريف تحت مدرب الكبير اللي في الولايات المتحدة اللي هو غريق جاكسون طبعا متطور 24 ساعة يوميا طبعا يتم تزويدنا بالأنظمة التدريب طريقة التدريب نوع التدريب بما يتناسب مع الفئات العمرية الموجودة عندنا ونحن متماشين معها والله الحمد بس ما حبينا نركز بس على الصغار حتى من ناحية الطاقات الموجودة أيضا بالأكبر حلو الأعمار المتوسطة حلو أن الواحد يدش ويجرب ومنها رياضة يعني صحيا الجسم تفيد للإنسان أكثر البطولات هل هي يمكن الألعاب الفنون القتالية تقتصر بس على البطولات أو ممكن أنا أستفيد منها بأمور اجتماعية أخرى أنا قلت قبل هالمرة البطولات تغيم لي أنا أقدر أنا أدش بطولة أقدر أنا مادش بطولة طبعا هذا يكون قبل أنا كنداش أكلم أشوف التمرين أقعد أشوف التمرين شنو أنت هدفك تبديش بطولة لك سيستم معين لك شي خاص لك أنت تبدي تعلم لنفسك تبرياضة مثل ما قتلك في ناس مثلا يعني إمتان يبي يضعف فكلها سيستم معين يعني كل واحد وهدف يعني ممتاز والأوزان يعني خنقول اللي يديش عندكم هل في أوزان معينة ولا لا ما في لا لا ما في أوزان معينة يعني أنا مثلا وزني مثلا أمتين في تمارين ما أقدر أسويها فأنا كمدرب مهنتي أو وظيفتي أن أنا كيف تمرين لك أنت مثلا وزنك ما تتحمل التمرين هذا أنا أبدل تمرين ثاني أنت قدرين أنت كاملين يومتش ووضعك أوكي ممتاز الصحوبات اللي واجهتوها محمد من خلال إنشاءكم الفريق ومن خلال متابعتكم لجميع الفئات العمرية ومشاء الله عليكم ما أهم بعض المشاكل اللي يمكن هذي قعد تحسن فيها شوي صعوبة والله نحن كنا يعني ما أنا بنتكلم طبعا نحن عن دعم مادي لأننا بالنهاية نحن فريق ومتعاونين طبعا قيادة الكابتن المدرب أحمد البصيري نحن كنا ماجهين بس في الموقع ولكن الحمد لله حصلنا الموقع الآن موقع النادي حل وبس نحن على قولاتهم شباب وماشيين وماشرون اللعبة نفسها يعني ثقافة اللعبة هذه في بعض الأماكن يمكن كالزيارات لكم تعرفون الناس فيها مثل ما قلت لكم يمكن في البعض يقول MMA بس معارف اللعبة شنو أوكي فنون قتالية بس شنو هالفنون القتالية هل لها نمط خاص والله اختي شوف احنا قبل فترة صغيرة كان في معرض اسمها سواعد بثري سكتي فعرضوا على لنا عرض حلو فيعطيهم العافية قدمنا اللي عندنا فئة الأطفال وفئة الكبار والناس كلها شافت وكان في علام حلو وبعد اللي شافوه ناس وايد يشتركوا وايد ناس وايد ناس يفهموا اللعبة وحتى بالبوث نفسه اللي احنا قاعدين نعرض حق الناس وايد ناس ما كانوا فاهمين السالفة فحبا حبا 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 الناس قاعدت تفهم وخاصة يعني الحمد لله كان فيه تفاعل كبير مقبل الموجودين وايد وايد واستانسوا على اللعبة ويمكن حتى عرفها وامور كثيرة اللعبة نفسها هل في مراحل انتقالية للعبة يعني يتدرج فيها الواحد والله هي طبعا على أداء والتزام اللاعب في التمرين يعني يتلاعب طبعا ملتزم في التمرين وهذا هو يحس في نفسه أنه قاعد يتطور في الفلن الغتالية شيء فشيء ممتاز وهي شقالة على مدار السنة يعني طبعا والنادي موجود والبطولات انتوا اللي تنسقون لها شنو حب يعني تنصحي الشباب بعبد الرحمن خصوصا لما تشوف ما شاء الله عليهم أنه عندهم بالفعل إبداعات عندهم مواهب يمكنها مواهب هذه يبيلها بعض الجرأة أو شوي أنه هو يركز على موهبته ورح يقدر بالفعل يبرز نفسه من أفسه فشنو اللي أنت بالفعل تشوف أنه بالفعل الشاب هذا يستحق أنه يكمل مشواره رياضي خصوصا اللي دشون وبعد فترة تشوفه بريك ما يستمر وياكم خاصة إذا يعني هو دش برياضة نفسها الرياضة هذه فكل فترة طبعا هو بالنهاية أرد على السيستم نفسه النادي نفسه لدشه إذا كان القروض اللي هو في محببة به الرياضة هذه نفسها ويشوف فيه تطور لأن أنا مثلا داش نادي السيستم أهوى نفسه بالالسبعينات لالحين ما تغير فأنا أكيد بالنهاية راح أشوف شيء راح أمل فإحنا عندنا سيستم أتطور كالثلاث تشهر كل شيء يتغير وغير هذا الشيء هذا لقروب نفسه وايد إذا كان يعني يحب بلي فأكيد أنا بكمل حلو تكون أسرة واحدة وفيه متابعة هذا أهم شيء المتابعة مهمة لأن بالفعل فيه كثير من الشباب أو البنات يدوا شنوادي ما فيه متابعة فيمكن هذا يخلي الواحد شوي ما يكمل ما يكون فيه استمرارية بس عندنا طبعا الحين مواقع التواصل الاجتماعي يهم لعبة الدور كبير ومهم في أنها تعرف الغير في أنها تعلمنا أكثر وكثر عن النادي أو عن لعبة الام ام اي أو عن الرياضة التي تخص الفنون القتالية فشون لقيت تفاعل الناس مع الانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي عموما طبعا نحن عندنا موقع في الانستجرام اللي هو تيم بي ووتر هذا اللي على الانستجرام يدرون يتابعون أنشطتنا أول بأول وحتى جداولنا الرياضية اللي ننشرها يعني بصورة يومية وبالعكس في ناس كثيرة متفاعلة وفي ناس كثيرة يعني منسجمة معانا وقاعد تشترك معانا والله الحمد الحمد لله في متابعة كبيرة الانشطة اللي تتوونها بالنادي هل في انشطة أو برامج معينة يتم تنسيقها في برامج دام فضلك في برامج طبعا بما الناس صيف يعني قرر وكذي ففي معسكرات راح نسويها حق يعني الأعمار الكبار مثل معسكرات وحنا نسوي من قبل وشفنا أقبال وائد حلو واشتراكات زيادة وفي انشطة وائد راح نسويها اشتراكات حق الصيف حق الأطفال طبعا تكون بس عارة رمزية أكيد بالضب والمعسكرات اللي تم يعني ما شاء الله اللي استعدتوا لها واللي سويتوها وان كانت هالمعسكرات هذه والله على حسب طبعا يعني احنا ناديننا الحمد لله طبعا اللي تمنا مفتحتها وايد كبير مزين وفي طبعا كل اللي أنا محتاجة بالنادي موجود كمثلا الكيج مثل هي الحلبة اسمها أني أنا بجرب نفسي فيه تياس الباق بجرب البوكس فيه مات شون بتمرن فيها الشيء وايد وفيها طبعا نكون مثلا مضبطينها قبلها بفترة ففيه جدول يديش هو يدري شنو قاعد يسوي شنو بيسوي اليوم بعد ساعة باتر ممتاز إذن الحمد لله فيه تنسيق وفيه جدول دائما يكون موجود فهذا هم شيء اللي ريح اللاعب أو الرياضي لما يديش وشوف يمكن كل يوم فيه جدول يديد فيه سيستم يديد يرتاح نفسيا أكثر وكثر طبعا اللعبة ما فيها إصابات ولا صارت عندكم إصابات كل لعبة إصابة كل لعبة إصابة أكيد لازم يمارسها بشكل خنقل متقن فعلا بالضبط الأكل يلعب دور والتركيز أدشان وممركز أكيد بيصير فيني شيء يعني متأكل ماتشبوس وتروح تلعب لازم يكون الأكل صحي 100% يعني كثرة ما تقدرين تكونين أنت يمتابع نفسك حلو عيلا يعطيكم ألف عافية لأمان امتعتونا بالحديث وياكم عنها الرياضة الجميلة اللي هي الـ MMA ونتمنى من الكل أكيد الانستغرام كانوا يانا موجود وواضح اللي يحاب أن يدش النادي ويستمتع بهاللعبة هذه اللي فيها روح الفنون القتالية ويستفيد أكثر وأكثر صحيا وجسميا ما على إلا يدش ويتابعهم أكيد وما رح يقصرون فيكم فريق يعطيكم ألف عافية قواكم الله ونتمنى من الكل يدش ويشارك ويكون الحياة سعيدة ورياضية هذا هدفنا الله يسلم طبعا نستبري معكم برنامج شباب قول وفعل باجي فقراتنا ولكن من بعدها الفصل